اي سؤال قبل ما نبدأ السلام عليكم يا تور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعركة إن شاء الله خير حسنًا 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 دعوكم 전 FiM نفسcom ت Come نعم تقومينها بس بس حسنًا لا لا أنا الـ Classroom يعني منزل فيه الـ Reference بتاع الـ PMBOOK GUIDE أوكي منزل فيه النسخة بالعربي ونسخة بالنسخة بالإنجليز يعني أنا بس مرسل لكم النسخة بتاعتنا الـ PMI لأنه فيه ماتيريال كتير في الانترنت لكن يعني لأنه الـ PMI بيعملوا update للمنهج بتاعهم يعني فماذا رجب لكم حاجة تكون تلخبت لكم يعني فهمكم كده يعني فبس خطي لكم الـ PMI بتاعهم يعني فبعد ذاك من الـ SLIDE اللي هو بنعمل فيه الحاجة من نغش فيها الحاجات المهمة يعني نشوف إن شاء الله يعمل الله review بعدين جدا ما في مشكلة لكن لو فيه طبيق معين مثلا ما يعني حاسي إنك إنت يعني عايز فيه more attention ممكن أنا برضو أعمل لك redirect you للجايد يعني إنه صفحة كم وكده يعني ما في مشكلة جدا إن شاء الله بعد النحط شاء عشان ما أخير الناس ما أخذ زمان الناس فمع مشكلة مرة تاني أوكي تمام جدا إن شاء الله طيب يا شباب بس أعمل share للـ SLIDE طيب الـ SLIDE تمام معاكم؟ تمام واضح أوكي تمام تمام جدا طيب في ديكم بس دقيقتين كده الحدي في شباب واقفين في الباب فتحت لهم الباب غليوم واخشوا بعد ذا أكفي للميكروفونات طبعاً أكيد دي خلاص دي البراكتس بتاعتنا دي اللي سون لين اتعلمنا من الـ آيبا إن شاء الله يديده بايد دي موضبت بس بالضبط كده مش كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طيب ساعة الآن حداشر وخمسة بتوقيت أستدان إن شاء الله نبدأ طيب إن شاء الله الليلة الدريس بتاعنا حينواصل في الـ قبل أن أصل في الـ بس في حاجة عايزة أوريكم لها مبارح كنت مفتش لها فدي مهمة جداً جداً الشيط دي يا جماعة أنا رفحتها ليكم في الـ في الـ وبرضو لو عايزين ممكن تاني أرفع عليكم في الـ في الـ في الـ أوكي الشيط دي مهمة لأنه بتوريك الحاجات كلها بتاعت الـ عمد الله الـ 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 شايفينا الآن نعمل تلاشير في الـ سكرين هاي بابات هاي دكتور بس سؤال بسيط اتفضل عندنا في سؤال مجمين جداً إن كيف أنت أساساً تتعمل معه وتقرارك في التقرار صحيح يعني مثلاً دائقون الـ وتقرار بطريقة بعينة إذا نفهم بها هم من نفهم الـ نفهم الـ السؤال شوف شوف طيب أي سؤال أي سؤال أنت جابوا ليك في الـ يعني جاك بخصوص الـ أي سؤال تدعمل معه إنك أنت بروجيكت ما نجا إنك أنت المدير بتاع المشروع ده بتدعمل معه كيف إلا في حالة إنه هو يحدد ليك وقول لك ياخي أنت أي سؤال تيم ممبر أو أنت ياخي البروجيكت ما نجا سألك حسناً 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 تماماً طيب 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 يا شباب أنا حك في الـ أهلاً حسناً 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 Eh ما ما في الضرور إنت تحتاج لهم في أي بروجيكت الـ حاجات دي كلها، لكن في حاجات رئيسية انت بتحتاج لها ممكن انت البروجيكت بتاعك يكون برجيكت يعني يعني very complicated ممكن تضيف knowledge area اللي هي فيها حاجة اسمها configuration management وبرضو عندنا الhealth and safety ديال ممكن انت حسب البروجيكت بتاعك لكن انت لو عرفت القالب بتاع الحاجات دي بتدعمل كيف بعد ذاك انت ما بتحتاج لها يعني بتعرف انه والله البروجيكت بتاعك ده محتاج لها اتو knowledge area لكن الحاجة المهمة يا جماعة انه هنا الـ group دي دي هي المهمة اللي هي الـ initiating انت في الـ initiating مفروض تعمل شنو في الـ planning مفروض تعمل شنو في الـ executing مفروض تعمل شنو ايي برجيكت مست فولو ديس سيقونس اتصلت سلدا لازم في اي برجيكت يعني ما بتستغنى عنه لكن هنا الـ knowledge area دي ما بالضرورة انت كل الـ knowledge area تتبعه في برجيكت يعني بتختلفين برجيكت لي برجيكت عشان كده نحن منقول اي برجيكت يونيك اي برجيكت مختلف من التاني تمام في حاجات طبعا اول واحدة فيون الـ integration management دي يا جماع الـ integration management دي مزوليتك انت كبروجيكت منيجا انت المزول منها ما بتقدر تخلي زول تاني ايجي يعمل لك يعني مسلا في الـ quality انت ممكن تجيب زول يعمل لك شكل الـ quality تجيب زول لك سيبرت زي ما نحن قلنا اتكلمنا مبارح يمكن يعمل لك الـ quality لكن هنا الـ integration دي دي انت دي مزوليتك انت كلها انت لازم تكون يعني عارف ما بتضرورة تكون عملت اي حاجة فيها لكن لازم تكون عارف فيها كل حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة مبارح نتكلمنا على الـ project charter الـ project charter دي انت كمدير مشروع ما بتعملو انت بلك انت بتشارك فيو لكن اللي يمضلك هو الـ project sponsor اللي هو الراعب تاع المشروع او الراعب تاع المشروع لو كان من برا او الراعب تاع المشروع من الشركة ذاتة يمكن يكون مكتب ادارة المشروعات هم اللي بيعملو لك صاينج للـ project charter لكن انت كمدير مشروع ممكن تشارك فيو ممكن تشارك فيو ويعني الـ input بتاعك يكون very valuable لكن انت مبتمضاو في النهاية في النهاية الـ approval بيجي من الـ sponsor هو خلاس بيوقع لك على الميثاغ بتاع الـ project وبيقول لك خلاس نحن الـ project بتاعك ذا احتمدناه وكدا يلا توكل على الله نفيز لينا الـ project انت طوالي بتمشي للمرحلة البعدة اللي هي الـ project management plan في الـ project management planning يا جماعة انت بتعمل الحاجات ديو كلها كويس بس دي برضو بس ادوني فيها دقيقتين عشان اشرح لكم انت بتعمل الحاجات ديو كلها أول في الـ planning يعني انت بتعمل الـ planning هنا ديو كلها بتعمله بتعمله كلها بتعمل plan scope management collect requirements الـ planning schedule اللي هو الـ timetable بتاع الـ project بتاعك الـ cost الـ quality ديو كلهم انت بتعملهم في الـ planning لكن نحنا مندروسون كدا يا جماعة عشان انت تسهيل ليك انت بعد ما نحنا خلصنا منهم كلهم ما خدنا عنهم overview الـ 10 knowledge area بعددك منيجي منمسك تاني أي واحدة من الـ processes منمسك الـ initiating منمسك الـ planning الـ executing الـ monitoring والclosing بالطريقة دي انت بتكون شنو انت بالطريقة دي بتكون يعني غطيت كل الـ وكي بتكون عرفت كل حاجة بعد ذا أي project جاك انت ما يكون عندك في هاي مشكلة حتى الـ project ديو محتاج لـ knowledge area جديدة انت ممكن تضيف له knowledge area جديدة اوكي يا شباب تلاتين سانية للا زيلا قبل ما امشي للسلايد ما في سؤال طيب سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما عليش يا ريس يا ريس لو تعيدوا من جديد انت جا مداخر ولا شنو والله كده كده يا ريس طيب سريع يا جماعة نحنا قلنا عندنا في اي بروجكت عندنا عندنا البرسيس عندنا ال5 برسيس ديال ديال بيكونن في اي بروجكت صغير كبير كمبلكس اي بروجكت لازم يمر يمر ب البرسيس دي طيب انت اي برسيس عشان تنفيذه لازم تكون في حاجة اسمه knowledge area لازم تكون عارفة knowledge area يعني في الانيشياتين انت دار تعمل develop للبروجكت charter انت بتعملو كيف اوكي البروجكت charter الانبود بتاعت البروجكت charter شنو اوكي نحن نغشناه في المحاضر الفاتذ طيب اخذت البروجكت charter ما ضوليك عليه والابروفة لكل شي بتمشي للبروجكت management plan في البروجكت يا جماعة انت ليس ما وصلت مرحلة التنفيذ انت بتكمل البروجكت بتاعتك كله هنا دي كله البروجكت بتاعتك تحت لحد دي plan scope management plan cost plan cost quality resources management plan communication management plan risk management plan procuring management plan stakeholder engagement بعد ما كملت الحاجات دي كله هيا جماعة بعد داك بتمشي بعد دا تبدى تنفيذ البروجكت بتاعك اوكي نفست البروجكت بتاعك في حاجات انت مفروض خلال تنفيذ البروجكت تكون عارفة كيف انك انت تعمل direct و manage للبروجكت بتاعك كيف انه تخدت البروجكت بتاعك دا في الحاجة الصحيحة بعدين في حاجة اسمها project knowledge دي ان شاء الله هنجينا نتكلم عنها في المحاضر الجاية مهمة جدا 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 اللي بتتولد من البروجكت بتاعك دي لان بتتستفيد منها في البروجكت بتاعك الحاليا دا اوكي سريع انك انت اي مشكلة زي ما نحنا سعيدين في بدينا الكورس دالينا اسبوع يعني كل مرة نحنا بنعمل البروف منتا البروف دي بتجي من وين؟ بتجي من الشغل بتاعنا يعني ديكتورونور جدا دانا فيدباك خالد جدا دانا فيدباك سلمة دتنا فيدباك محمد دانا فيدباك الحاجة دي كلها بتاعمل بيها شنو؟ من عمل بيها من حسين بيها الادابتاعنا اوكي برضو انت محتاج لها لبروجكتي تاني بعدين في نهاية تسليم البروجكت بتليم الليسون لين بتاعت دي كلها الknowledge اللي انت طلحتها من البروجكت بتاعك ده كلها بتستفيد منها لبروجكتي تاني حتى البروجكتي بتاعك ده لا غدر الله فشل برضو انت بتستفيد من الفشل في مشروع تاني عشان ما يتكرر الفشل تمام أنا يعني حسب يعني خبراتي البسيطة وكيدا انو او خبراتي المتواضعة انو نحنا احسن طريقة يا جماعة ندروس بها الحاجة دي ما ندروسها بالجروب لانو في بالجروب بتجهجها اول حاجة نحنا مندروسها بالنولج بالنولج اريا منمسك الانتغريشن دي منكملو كلها بعداك نمشي للسكوب منيجمنت منمشي للسكوديل منيجمنت لانو يا جماعة في النولج دي اريا الحاجات كتيرة شوف في الاكسيكيوتينج انت عندك بس كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس عشرة لكن عاين في البلانين عندك كم انت لو ما فهمت الانتغريشن البلانين ما حتق عليك يعني عشان كده الانتغريشن دي اجماعة بتربط البروجيكت كله مع بعض عشان كده سموها انتغريشن وزي ما قلت لكم اكرر دي مهمة البروجيكت منيجا ما بتقدر انت تعملها الديليجيشن لزول تاني ما بتفوت زول تاني جي اعملها لك ولا بتخلي زول هو يعني اديك في عراي انت بيتكون في النهاية الكلمة الاخيرة عندك انت الحاجة الوحيدة اللي انت بس بتنتظر على بروفة بتاع الاسبونسور اللي هالبروجيكت شارتر لكن باقي الحاجات دي بكلة انت بيتخدها تمام يا شباب تمام تمام اوكي امشي للسلايز لوو السكرين بتاعت الاسلايز ما شايفينا ادوني خبر شايفينا اي با اوكي تمام طيب نحن الليل ان شاء الله هنتكلم عن الانتغريشن ام انتغريشن مانيجمنت اوكي النوليج ايريا فيها هنت سريع كذا هنربط من الدرس الفات اللي هو بتاع البروجيكت شارتر في بعض المفاهيم عايزين بس نوضيحها اكتر اوكي حانمشي للبروجيكت منيجمنت نعم نعم هنمشي للبروجيكت منيجمنت الغريب انا قافل المايك لا انا ما قافلو اوكي سريع طيب حامشي للبروجيكت منيجمنت بلان حنناغشه بتفصيل الليلة وحنناغش هاو تو مانيج انديركت البروجيكت ويرك اوكي اوكي طيب في البروجيكت شارتر يا جماعة بروجيكت بروجيكت is not responsible of creating the charter اوكي هو دي ما مزئوليتو لكن ممكن يشارك فيو لما نقول ما مزئوليتو معناه فيزول تاني بيكون رئيسه هنا في الحيطة دي فيزول بيكون مديرو اللي هو هو البروجيكت سبونسر البروجيكت سبونسر اللي هو راعي المشروع او اجيها اللي عايزة المشروع دي تنفز لها اوكي لو اجيها المنفذة المشروع هي مكتب المشروعات في الشركة بتاعتك وهو دايركتف هو بيكون مزئول من الامضبط على البروجيكت كارتر او مزئول انه هو يعملوك كريت يعني هو اللي بيعمل البروجيكت كارتر ميساغ المشروع لكن انت اذا بروجيكت ما نجا دا ما شغلك لكن ممكن تشارك فيوه لما انت ادعين ممكن تشارك في الشغل بتاعه يعني في البروسيس بتاعته تمام؟ نجي للحاجة التانية البروجيكت يا جماعة ما في بروجيكت بتنفز بدون الساينج بروجيكت كارتر لما انا اقول البروجيكت يتنفز او خلينا اكون اوضح شوية انه ما في خطوة بتتم بعد لو ما البروجيكت كارتر دا اتمضى عليو اوكي بيتمضى علي البروجيكت كارتر اول بعد داك انت بتبدأ في البلانيج فعشان كده دا السؤال بتاع واحدة من الكويزيز الليلة فالسؤال انه شنو مفروض المانيج يعمل شنو لو الاسبونسر قلوه يا خسما مشيلينا الحال يا اخي مغرقوها البروجيكت اذا يبدأ عمل لي الخطة بتاعته كده لو ما في حاجة سمع خطة بتاعته انت بتعمل خطة عليه شنو نحنا تكلمنا مبارح وقلنا واحدة من الانبوت بتاعت البروجيكت كارتر والبروجيكت كارتر ما منقدر نسميه بروجيكت كارتر لو مطمضى بيتوقع من البروجيكت كارتر اوكي فالنقطة دي يا جماعة مهمة جدا جدا ودي بتحلالك اتليست خمسة ازيلة في الامتحان اوكي ممكن يجيبك ديفران سيناريو بس عشان يوريه يقول لك يا اخي يلا نفز لينا البروجيكت دا بدون كارتر اوكي الحاجة الوحيدة انت بترجع ليهو بتقول ليه لا انه يا اخي والله لو لو نحنا نفزنا المشروع دا بدون كارتر نحنا حتواجهنا مشكلة مع الستيكهولدرس نحنا حتواجهنا مشكلة مع الناس اللي بيمولوا وحتواجهنا مشكلة زاته نحنا البروجيكت زاته يعني هو شنو اصلا طيب البروجيكت سبونسر ابروفت انصايد دا شارتر اوكي دي برده نقطة مهمة جدا جدا ما في زول بيمضى البروجيكت شارتر دا غير راعي المشروع حتى لو قال لك يا اخي سمع ما تيجي وخدت لينا اليمضى بتاعه كده ولو الله يسوريه ما انا ما بقدر اعمل الحاجة دي لانو دي دي مزولية لانو دي الوسيغة البعدين لو حصل اي دسبيوت دي الوسيغة البيتفصل بها المحكمة دي الوسيقى اللي انت بتقدر تقاضي بها الـ resources لو الـ resources زي ما بقولوا هل سعودين سحبوا عليك يعني انت بتقاضيهن بالـ project charter ده لأنه ده الـ project بتاعك والـ project charter ده بخش في أي contract مع الـ مع الـ الناس بيجيبوا لك الـ resources بخش في أي حان شوفوا إنه الـ project charter ده بخش إلينا في input لكل تغريبا كل الـ processes بتاعت الـ project تمام فاي سؤال لباوت الـ project charter ما في سؤال تمام طيب الـ input يا جماعة بتاعت الـ project charter اللي هي الـ business documents الـ agreement الـ EFS اللي هي ده enterprise حاجية بعض الشيء معليش يعني الـ OBA اللي هي الـ organizational process assets من اسيمة ده معناها الـ lesson learned والـ profile بتاع الشركة اوكي agreement يا جماعة أي agreement يدعمل مع الـ stakeholders لازم يكون موجود برضه عشان يقدر يطلع بيه الـ project charter business document من الـ business document دي يا جماعة اللي هي الـ business case اوكي إنه والله الـ project ده عايزين نه عايزين نه ليشنه الفكرة بتاعته شنه التولس والتكنيك واحدة منهم للـ project charter الـ cyber judgment الـ الناس الخبرة الناس الخبرة يجي تدوك يتكلموا يوروك إنه والله المشروع ده ممكن غابر للتنفيذ فيزابل والله ما فيزابل اوكي يعني ممكن يكون الـ project ده يعني الـ sponsor ده جاب لك قاطع لك project من راسه يعني صعب جداً يتنفس فإنت هتعرف كيف من الناس ديال تجمع البيانات هنا تجمع البيانات هي جمع من الـ stakeholders مهمة جداً جداً يعني تمشي تقعد معاهم تعمل surveys تعمل questionnaire تشوف الـ expectation بتاعهم شنو توقعاتهم عن الـ project edition طموحاتهم شنو بعد ذاك في حاجة يا جماعة اسمها interpersonal and team skills and meetings اللي هي دي من ضمنها إنه كيف تعمل الاجتماع وكيف إنك إنته 2 minutes الاجتماعات الحاجات دي يا جماعة موضحة بطريقة جميلة جداً جداً في الـ reference في الـ PMBOK Guide ممكن ترجعوا ليها تفهموها شنو لكن أنا الليلة بحتطرغ للـ EEF والOPA حوريكم هي الفرق بيناتهم شنو طيب الـ output الـ project charter من المرحلة دي والـ assumption log مبارح أنا شرحت إنه الـ assumption log دي يا جماعة أي حاجة أنت بتعتقد أو assumption بتعتقد إنه والله يا أخي ممكن هو يحصل يعني مثلاً زي ما قلنا نحن والله يا أخي نحن مثلاً متوقعين إنه في سودان الخريب بيكون من شهر كده لشهر كده فالحاجة المعروف إنه الخريب دي لما نيجي شوارعنا السمحة دي ما شاء الله وكده كل الحاجات بيتغيف يعني دي له الـ project بتاعك لو متعلق بنقليات وطرحيل وحاجات زي دي أوكي دي من الحاجات الـ assumption اللي انت بتكتبها في بداية المشروع يعني والله إنه الـ assumption رغم واحد رغم اثنين رغم ثلاثة أوكي دي برضو بتفيدك في بعدين لما يكون في الحتة بتاعت الـ risk management تمام؟ في أي سؤال يا جماعة الحدي الان؟ في أي سؤال؟ اوكي، جود بالنسبة للي اسمنا الـ نعم الـ EF جاي على جاي عليها بس جاي عليها طيب نجي للـ EFS والـ OBS اللي هي انتر برايس انفيرومنتل فاكترس انتر برايس انتر برايس انفيرومنتل فاكترس اوكي، والـ OPS يا جماعة هي الـ Organizational Process Asset اوكي، طيب نجي نشوف ذات الشي شنوه؟ طيب، نحن عندنا نشوف التأثير بتاعه، التأثير بتاعه يا جماعة الـ EFS ممكن تأثيرات خارجية وتأثيرات داخلية، تأثيرات من برا، اللي هي مثلاً، القوانين بتاعت البلد، اوكي، بتاعت الحكومة، الـ الماركت كونديشن، اوكي، الحالة بتاعت السوق، اوكي، الـ يعني الـ culture بتاعت الناس ذاتهم، اوكي، بعد ذاك عندك حاجات انترنال، اوكي، حنجيها بالتفصيل يا جماعة كلها، لكن الـ الـ organization الـ process asset دي كلها حاجات داخلية في الـ organization بتاعتك، اللي هي الـ process والـ policies والـ procedure، انو والله ياخي نحن الـ process بتاعتنا لو حصل كده بيحصل كده، الـ process بتاعتنا والله نحن مندفع المرتبات اخر الـ policy بتاعتنا نحن مندفع المرتبات اخر الشهر، نحن والله الـ policies بتاعتنا اي موظف جديد لازم ياخد ثلاثة شهور بروبيشن، دي منسميها نحن شنو، الـ policies بتاعت الشركة الـ procedure يعني مثلاً يعني حصل ايه مثلاً لا غدر الله يعني واحد مرد يعني زول مرد عامل مرد او موظف مرد، الـ procedure شنو، انو مفروض يعمل شنو، يعمل واحد اثنين ثلاثة، اوكي؟ وفي حاجة يسمى الـ corporate knowledge base، شفتوا الـ knowledge دي بقى تدخليلين فهي حاجة، فالcorporate knowledge base دي هي الخيبرة بتاعت الشركة، الخيبرة بتاعت المنظمة، الخيبرة بتاعت الـ organization اللي عايزة تنفيذ الـ project إذا، تمام؟ طيب، نجي نشوف الـ enterprise environmental factor Z، اوكي؟ قلنا يا جماعة هي الـ government أو industry standards، انو والله يا اخي نحن في السودان مثلاً الكهراء بتاعتنا 220 فولت، فانت أي حاجة بانتيج الـ project بتاعك دلو حاجة كهربائية، هي لازم تكون الـ standard بتاعتنا 220 فولت، وإلا ما حتشتغل في سودان، اوكي؟ الـ government، يعني الغوانين بتاعت الحكومة يعني، legal and regulations، اي حالي، والله نحن مثلاً في السودان عندنا القانون بتاع العمال كده، والقانون بتاع المشروع، مفروض يكون فوشنو فوشنو، دي انت لازم تكون aware of، تمام؟ الـ market place conditions، زي ما قلت ليكم يعني، الحالة بتاعت السوق بتسمح انو والله يا اخي، انا مثلاً الـ project بتاعي ده لو يعني نفستو بعد، اول انتائي ده بده بعد سنتين، هل انو الـ market condition بيسمح به الحالة دي؟ نجي لي حاجة اسمها الـ organizational culture and political climate، اي شركة في الدنيا دي يا جماع عندها سياسة مختلفة، عندها inside politics، فيها حاجات جميلة، فيها حاجات سيئة، اوكي؟ لانو في النهال بدروها بشر يعني، ما بدروها ملايكة، فبكون فيها الحاجات دي، فدي حاجة من الحاجات اللي انت بمفروض تكون تعارفة لانهي بتأسر سلباً او ايجاباً على الـ project الحاجات الثلاثة فوق دي لك يا جماعة، الـ government or industry standards والـ legal and regulation والـ market condition دي حاجات خارجية، دي مؤسرات خارجية، اما الـ organizational culture and political climate دي مؤسرات داخلية، اوكي؟ بعد داق عندنا الـ organizational structure تاني، تاني جاتنا الـ matrix والـ weak matrix والـ strong matrix والـ balanced matrix والـ balanced matrix والـ functional والـ projectize، اوكي؟ برضى هي بتأسر على الـ project يعني تمام؟ فانت لازم، عارف انو والله الـ organization بتاحتك دي، weak matrix الـ resources، انت لازم تمشي للـ project، يعني انت مع المدير الجسم، اوكي؟ فدي الحاجات عن الـ enterprise environmental factors، اي سؤال يا شباب؟ أخيرا الـ stockholder expectation، برضي من المؤسرات الخارجية اللي بتأسر على الـ project بتاعك، تمام؟ أي واحدة من الـ processes يا جماعة، بتختلف الحاجات بتاعتي، يعني مثلا انت لما انتمشي للحتة بتاعت التنفيذة الـ executing، الـ stackholder expectation انت بعدما عندك بهم علاقة، خلاص، موضوع ان ننتهج بهل في الـ project charter وعملنا الـ project ونحنا خلاص أقصد بدينا نعمل الـ planning بتاع الـ project، فهم ما الـ expectation بتاعه انت بعدما ما حتشتغل بهه كثير، انت بس بعدين في نهاية المشروع انه الـ project إذا حقك طموحاتهم، اذا حقك طموحاتهم ده حاجة تانية، تمام؟ فالاختصار كده يا جماعة، الـ E-E-F-S بتختلف حسب الـ Intel process الشغال فيها، تمام؟ يعني انت في حاجات ما بتفرق معاك، يعني انت بتعمل في الـ planning أو بتعمل في الـ risk analysis، بتحتاج للـ market condition، بتحتاج للـ legal and regulation، وبتحتاج للـ government and industry standards، وكي، لكن الـ organizational structure ما فارقة معاك، ما خلاص انت بعد ده بديت الـ planning وعرفت خلاص الحاجات شنا، تمام يا شباب؟ أي سؤال؟ يا دكتور، السلام عليكم وعليكم والسلام ما عليش، الفرق بين الـ government والـ legal اللي شنو، ما هم واحد؟ ما نفس الشي؟ لا ما واحد، يعني الـ legal دي ممكن يكون، يعني ممكن الـ legal دي تكون حاجة مختصة بالشركة ذاتة، بالغوانين الشركات ذاتة، أو مختصة بحاجة غانونية بتخص الشركة ذاتة، ما عندها علاقة بالـ أو ممكن يكونوا الـ الاثنين مع بعض، هو فارزوا لك الاثنين لأنه دي الحاجات مهمات، يعني خلطت لك الـ government or industry standards، دي مثلاً المغاييز بتاعت الحكومة، إنو الله الحكومة عندها في المشاريع بتاعتها، عندها standard معين، إنت مفروض لما تمسك مشروع لحكومة، لازم يكون تتبع الحاجة دي، يعني مثلاً، إنت عندها لو عملت مشروع في بريطانيا، إنت لازم... الحكومة عندها مكتب مشروعات، يعني دا بيديك الحكومة كلها، يعني عندها حاجة اسمها مكتب مشروعات، مكتب المشروعات دا عندهم standard اسمه Prince2، مفروض المشروع بداعك دا يتنفذ على حسب الـ framework بتاع Prince2، الـ Prince2 حاجة قريبة للـ PMP دي، لكن بس مختصن بها، يعني دي مختصن بها البريطانيين يعني، كويس، فهدي project... دي اللي هي الـ project أو industry standard. الـ industry standard دي طبعاً معروفة، اللي هي زي ما قلت لك، البولت بتاع الكهرباء في السودان 220 ولا 110، إنت لازم بعدين الحاجات اللي بتنتج دي، لو الـ project بتاعك دا بنتج عندها حاجة علاقة بالكهرباء، لازم يكون... يكون متى الحاجة دي يعني، وإلا الحاجات بتاعتك ما حتشتغل يعني، فهدا إجزامبل بسيط يعني لها. شكراً يا دكتور. يا دكتور، هنا الـ organization structure دي، هل هي يعني الـ division بتاعت المشروع داخل المؤسسة، ولا شنو بالضبط على الـ structure؟ لا الـ organization structure دي تكلمنا عنها في البداية اللي هي الـ matrix والـ functional والـ projectize، انت الـ project بتاعك دا تنفس في الـ organization structure اللي انت شغال فيها في أول شركة اللي حتنفيز المشروع دا، هل هي functional؟ ولا... ولا matrix ولا projectize؟ الحتة دي شوية صعبة بتاعت الـ functional والـ لا بالأكس بالأكس سهلة جداً يعني، سهلة جداً يعني، ما... لوينا بس رسيلة في الخاصة أنا بشرح لك زيادة يعني، لو لسا ما وقعت لك. أمام في سؤال يا شباب؟ طيب، مشينا. نجي للـ organizational process assets. ذي اللي هي مثلا الـ organizational standard policies, processes وبرسيجة. أوكي، إنو الإجراءات جوا الشركة كيف. أوكي، إنو مثلا لو انت مثلا عايز تشتري حاجة مثلا المشتروات، بيكون أي شركة عندها عندها system معين للحاجة دي. أوكي، فهدي نحن بنسميها شنو؟ الـ processes والبرسيجة. أوكي، زي ما عقلت لكم مثلا موظف عايز استغيل. ده عايز تعيين موظف، التعيين بتاع الموظفين بـ team cave يعني. أوكي، إنت في النهاية، إنت مدير مشروع، بتكون إنت الحاجات دي كلها بتعملها، لكن إنت لازم تعملها على حسب الغوانين بتاعت الشركة، على حسب لوائحة الشركة. تمام؟ الـ project governance. الـ project governance دي أجمعنا من نتكلم نحن عن هنا، لو نقول governance، معنا من نتكلم عن الـ إنت، الـ project manager، من نتكلم عن الـ sponsor بتاع المشروع، من نتكلم على الـ PMO. أوكي، ممكن يا جماعة، الـ sponsor رأي المشروع ده، أو صاحب المشروع، ما يكون الـ PMO. يكون شخصي تاني جال الشركة، الشركة بتاعتك دي بـ project ties، وعايزين ينفذوا مشروع، أوكي، محدد، معناه أنت عندك sponsor، وعندك الـ PMO بتاعك، مرات المشروع لو من داخل الشركة، الـ sponsor بيكون الـ PMO. في حالة أنه الـ PMO يكون directive. فهذه نحن نسميها الـ project governance. تمام؟ نأتي إلى الـ monitoring and reporting methods. أي شركة عندها الطريقة بتاعت الـ reporting، مختلفة عن الشركة التانية، عندها system معينة، أنت مفروض الـ reporting بتاعك ده يكون كيف عبر اجتماعات، تقوم تجتمع بين الناس كلهم، وتوريون الـ progress بتاع الـ report بتاعك، أو أنت عملت شنو، والله أنت بس بترسل بالـ e-mail بس، والله بتضرب تلفون، والله، يعني لازم يكون، أنت تكون عارف الـ monitoring and reporting methods. أنت اللي بيراغي بشغلك من منوزاته، هلا الـ PMO، والله في شخصي تاني، senior manager، من إجا بيجي هو بيراغي بشغلك يعني، أنت حصلت لك مشكلة هذا برجك من إجا، يعني مشكلة يعني ما بيخصوص المشروع يعني، مشكلة ما بتخليك تجي الشغل يعني، أنت مفروض تتصل بينه، أوكي، فهي الحاجات دي يعني برضو مربوطة مع بعض، مربوطة مع الـ policies والـ procedure، ومربوطة بالـ project governance والreporting، تمام؟ عندنا برضو templates، أي شركة يا جماعة عندها templates معينة يعني، كويس عندها فورمات معينة، مثلا والله نحن الفورم بتاعزيل، رسلوا لينا مبارك واحد من الشباب، جزاء الله خير، رسل لنا في القروب، template بتاع، بتاع project charter، أوكي، فممكن أي شركة عندها، عندها الحاجات دي، template بتاعتها براية، يعني بيكون فعل logo بتاعها، بيكون فعل عناوين، وبكون عملي logo design بطريقة معين يعني، أوكي، فإنت لازم دي تزعل منها يعني، تكون عارفة، ما تمشي تعمل لك، تجيب لك template مختلف يعني، تمام؟ عندك historical information and lesson-laid repository، دي مهمة جدا جدا يا جماعة، أي مشروع، أي PMO، عندهم historical information and lesson-laid repository، أوكي، دي اللي هي بتجمع، بتكون مجمعين فيها كل، أو هي archive يعني بمعنى تاني، هو archive، بيكون مجمعين فيه كل، lesson-laid بتاع المشاريع الفاتت، المشاريع تنفذت كيف الحاجات اللي كانت كويسة فيها، الحاجات الجيدة، الحاجات الغلط، أوكي، دي كلها بتكون هناك، فدي كلها يا جماعة، بتقع علينا تحت الإمبريلة بتاعت ال-OPA، تمام؟ أي سؤال يا شباب؟ موفون، أوكي، طيب، ما عشو بسمي الآخر حتة، اللي هي ال-hostrical نعم؟ ما عشو بسمي الآخر حتة، اللي هي ال-hostrical، ليه ال-information؟ دي هنا أي شركة بكون عنده أرشيف، أوكي، بتاع المعلومات السابقة يعني، مثلاً قبل كده عملوا مشروع، المشروع دي تنفذ، يعني زي ال-history كده، تاريخ، تاريخ بتاع الشركة في تنفيذ المشاريع، بيكون ده مفروض يكون هناك في الشركة أي مدير مشروع بيجي، مفروض يطلع عليه، لأنه ده فيدو في البلان بتاع المشروع بتاعه، تمام؟ 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 طيب، نحن خلاص يا جمعين، تهينا من اللي حتة بتاع ال-project charter، ال-project charter يتمضى، الحمد لله رب العالمين، يلا بعد ذا، ال-next step المفروضة ال-project ما نيجي يعمل لشنو؟ سؤال لكم يا شباب؟ نبدأ ال-planning؟ يبدأ ال-planning، ماشاء الله، very good، بعد ذا، يبدأ المرحلة بتاع ال-planning، خلاص، ال-base gate بتاع ال-project charter انتهى، وال-outcomes بتاعه، ونحن خلاص أخذنا ال-project charter sign في يدنا، وخذنا معه ال-assumption log، خلاص، نحن بعد ذا، نبدأ في ال-planning، طيب، نجي نشوف ال-planning في شنو؟ أول حاجة دي اسمها develop project management plan، ال-planning دي جماعة document، اللي هي ورق، يعني انت بيكون فيه كل، يعني مثلاً عملتو section by section، عملتو chapter by chapter، لكي هو في النهاية document، ال-planning دي جماعة document هنا، أوكي، طيب، ده هنا ال-pnbook guide في الحاجة دي، أوكي، يعني ال-pnbook أحيون في الحتة دي، يعني عاملوا الحاجة دي بطريقة جميلة تعبوا فيها، وسهلة جداً جداً، أوكي، طيب، نجي، خلونا بس نفصيلها شوية، طيب، نحن يا جماعة قلنا طلعنا من المرحلة بتاعت ال-project charter، خلاص، أخذنا في يدنا ال-project charter، أوكي، بعد ذاك، منحتاج لنعرف ال-enterprise environmental factors، اللي بتأثر على المشروع بتاعنا ديشنو، الحاجات الخارجية والداخلية، أوكي، تكلمنا عنها قبل شوية، اللي هي منا، الغوانين الحكومية، الحالة بتاعت السوق، وكده يعني، برضو، عندنا حاجة اسمها ال-OPA، دي برضو تكلمنا عنها بعد شوية، اللي هي ال-project charter, الشركة ال-historical information، التاريخ بتاع الشركة، ال-profile بتاع الشركة، أوكي، انت محتاج للحاجة دي. طيب، الحتة دي يا جماعة، كده مونو فيكم يقدر يحاول لي إنا ليه نحن جبناه هنا؟ Output from other processes. يعني نحن لسه على ال-project بتاعنا دا، نحن ما طلعنا من المرحلة، الحتة دي ليه هنا؟ لعنه... أرفع يدك، اللي عايز يجوا بيرفع يده. أيها، يلا يا روح. لأنك انت في المرحلة دي عايز تعرف ال-plan بالنسبة للقص، بالنسبة للزمن، يعني دار تعرف الخطة حقت المشروع فكل. كلامك مزبوط، لكن أنا سؤالي، ليه هنا I would put from other processes؟ أنا عندي بس ال-project charter، أنا مع المرحلة بتاعتي ال-project charter، دي المرحلة البعدة، ليه هنا الحتة دي؟ ليه I would put from other processes؟ آدم، انت رفعت تاني واحد. بحصلات حديث. طيب، أديناك فرصة. يلا يا آدم؟ يلا فرص. ها؟ لأن ال-project charter هو شنو I would put to the initiation يعني انت خلاس كيدك كونك شنو عدوك الموافقة عشان إن كونك شنو تقوط شنو خطة لل-project بتاعك يعني. أوكي تمام، هو صح كلامك ده صح، لكن دي ليه بالذات هنا؟ ليه Inputs؟ Outputs؟ Outputs؟ يعني مداخل كثيرة من processes تانية. فتو لو جبت طوب مثلا مبنى تاني أجيبه مثلاً أحاول أعمل له مع المشروع بتاع الطوب اللي أنا جبته أنت أعرفة يعني الإجابة في رأسك لكن بس ما أخطيتيها لنا في قالب كويس طيب ندي فرصة يا محمد عوثمان سلام عليكم ورحمة الله أنا طبعاً السؤال ده وقفت له وكنت سائق في الشارع فوقفتها كان أرفع يدي أنا أدخال لي لأنه عندنا ريكويس كينج أبروفت بحصل لها عبدالل بتخشها البلان تاني في حالة يمكن في ريكويس كينج وأبروف باية الكوميتي بتاعتي الريكويس كينج برجع على البلان تاني فمتاز انت قاعد ما شاء الله قاعد تزاكر من ورانا ما شاء الله لا لو ما قاعد تزاكر أنا في الشارع بس وقفتها الموضوع جاء في بال تمام انتوا لو يجمع له وبتتذكروا شكراً جزيلاً دي الإجابة الصحيحة طيب يلا أشرح لكم بطريقة 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 أوضع في زول داري يضيف خالد شايفك رافع يدك أنا خليمي جزء من الليسون لين حقاة الـ previous projects وكوال processes قد تفيدك هنا في الجزئية دي أوكي أي أي لسون لين بتفيد في البلانين كلها طيب طيب خلاص يلا أنا نزل يديكم أوكي شكراً طيب يا جماعة نحنا لما نحنا تكلمنا لتذكروا لما ختينا الدوائر إنه دي البلانين ودي البلانين ودي البلانين ودي البلانين ودي البلانين وكوالتليكم يا جماعة دي بترجع ممكن حاجة من الإكسكيوتينغ بترجع للبلانينغ أوكي دي هي قصدين باع هنا مثلاً إنت زي ما قال محمد يعني في حاجة يعني إنت طلبت التغيير بتاعه التغيير مش بالـ processes وافقوا عليه اللجنة بتاعت التغيير إنت لازم تعمل له بلان إنت ما طوالي بتنمشي تنفزه ما حتى قدر تنفزه لأنه حيجوط لك الدنيا كله فإنت لازم ترجع تعيد التحاول تخدتو وين يعني في التشكيلة بتاعتك أوكي زي ما اللاعب جا داخل كويس مورينو ده في الدقيقة أو سيريليكس دخل له لاعب في الدقيقة خمسة وتمانين أوكي فحيخدتو وين حيخدتو في الحتة المفروض تعارج له المشكلة فهنا نفسي الفكرة إنك إنت عندك change change ده حصليه request by yourself إنت طلبته وماشو قواف قلق عليه إنت بعد ده بتمشي تعملهه بلان عشان تخده في الحتة بتاعته الصحيحة تمام دي قم مقصود بيها output from other processes أوكي طيب نحنا زي ما اتفقنا يا جماعة أي 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 knowledge أي process نحنا عايزين نصليه عنده input وعنده output وعنده tools and techniques نحنا بنستعملها عشان تطلع الحاجة دي أوكي طيب إنت عايز عايز تعمل شيء طبعا ما بتكف فيها سكر صح؟ بتكف فيها الحاجات المناسبة البهارات والحاجات دي كده نفسي الفكرة طيب إنت ال-input نحنا هنا تكلمنا عنه ال-project charter ال-outputs from other processes اللو الموضوع بتاع تغيير وما تغيير أوكي ال-ee-e-f-s وال-o-p-s أوكي انتهينا مننون يلا نجي نشوف نحنا tools and techniques اللي عايزين ناشنون هنا عايزين برضو expert judgment أوكي على فكرة ال-expert judgment انت بحتاج لهم في الحيطة بتاعة البلانيق بتاعة تقدو كلها انت بتحتاج لهم في شنو بتحتاج جوانك تاخد رايون أوكي لكن في النهاية انك انت المدير بتاع الحاجة دي ممكن رايون دا ما تشتغل به أوكي لكن انت يوم تاخد رايون حتى مرات انت بتدفع لزول خبير consultant عشان يجي اشتغل معاك في الحيطة دي أوكي لكن خدتوا هيبا لكم يا جماعة ال-integration management دي مجرد ما ال-project chartered signed دي بتاعة ال-project ما نجا ما في زول بيغرر فيها غيره هو أوكي دي نقطة مهمة جدا جدا طيب نجي لل-data gathering يا جماعة هنا ال-data gathering من منو أنا دار اعمل data gathering من منو أنا هنا عايز اعمل data gathering يا جماعة من ال-team بتاعي يلا يا جماعة انه والله يا نهاد يا رؤى يا عامر طيب نحنا جماعة دارين ننفذ الحاجة دي طيب هل ننفذ كيف والله يا خنبر مفروض في الحتة الفلانية نعمل كدا يعني دا ال-team هنا ال-team بتاعك بتاخد ال-بيتجيب تعملهم brainstorming تاخد منهم معلومات بيكون عندك check list انه والله يا اخي مثلا الحتة دي عملنا فيها كدا خلاص موفون الحتة دي اها يا عامر انت سلم علينا بعد اسبوعين انت يعني هاد تعملي كدا كويس دي الحتة بتاعت ال-data ال-deat gathering يمل برضو interviews interviews دي ما ال-stakeholders خلاص ال-stakeholders زيل انت عملت لون interview عرفت البيو هنا في الموضوع بتاع ال-charter هنا كل الحاجة دي مع ال-team بتاعك بتعمل interview لل-teams بتاعك تزألهم يعني بتمشي تعمل interview لناس expert بتعمل interview لناس ال-pmo بتاع انك بتعمل interview للاستخد ال-sponsor بتاع ال-project لو في حاجة ما وقعت لك تمام دي كلها انت محتاج لها هذا tool and techniques عشان تطلع عشان تصل لل-project management plan ال-interpersonal and team skills انا باختري عليكم يا جماعة تمشوا في ال-pm book guide تقروها لانه هو خطيها لكم كلها هي شنو فهي بالمناسبة جميلة جدا 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 بتفيدكم حتى لل-pmp بتفيدكم برضو في تعاملكم في شغلكم وفي كدا ال-interpersonal and team skills ديها جماعة من ال-conflict management انك انت تعرف كيف يعني لو حصل ال-conflict اوكي بالضرورة ال-conflict اتضع عم ما يكون بالضرب بنيو حاجات زي دي طبعا انت بعدد بتجيب لون البوليز بس ده ده ما شغلك انت لكن ال-conflict حصل انه مثلا في رأيين مختلفين يعني حصلوا عندك في جاك تويك سيبرتز ادوك اي واحد ادوك رأي مختلف عن الثاني اوكي واي رأي انت شايفه صح انت حتعمل يعني يكون فيه فاسيليتيشن عشان انت تقدر تصل للحاجة دي او ميديتيشن اول مهم وتيفر انت ال-nationale عشان تصل للحاجة الصاح اوكي حصل برضو في التيم بتاعك حصل conflict لا والله انا دار اشتغل دي لا والله انا دار اشتغل دي انت برضو تكون تعرف تعالية كيف انك انت مسلاً conflict في الانو يا جماع القوالتي بيجي قبل الريسك ولا الريسك بيجي قبل القوالتي دي نعملها تشك قبل دي ولا دي نعملها تشك قبل دي دي كلها ال-conflict فانت كبروجيك منيجا لازم كون عندك ال-skills how to deal with this thing اوكي دي طبعا بتقدر بتاخدها بالخبرة وبالقراية وبالاستشارة برضو يعني فاسيليتيشن انت تقدر تتعمل مع الناس جل كلهم بطريقة جميلة يعني مع ال-مع التيم مع الاستيق مع ال-سبونسر اوكي بتاعك اوكي بتعرف تتعمل معهم كيف يعني تحاول انك انت المعلومات المعلومات انه يا شباب معليش ما تفتحوا المايك في صوت انا ما عرف اوكي طيب انك انت برضو الحتة بتاعت الميتنج منيجمنت اوكي دي مهمة جدا جدا انك انت يعني كيف تعمل منيج الميتنج بعددك الميتنج في حزات اشوف هنا ميتنج منيجمنت دي في ال-interpersonal skills وهنا عندنا ميتنج حاجة براية يعني هي الاجتماعات يعني لكن انت الاجتماعات دي يكون عندك فيها خبرة skills skills كيف تدير الاجتماعات كيف تاخدت الاجندة المفروض شنو يتناغش في الاجتماع المفروض شنو ما يتناغش في الاجتماع الاجتماع مدة كم لو انت ما قدرت اتصل للحاجة اللي انت عايزة في الاجتماع هل حتقدر تعمل اجتماع تاني ولا بصفة بالأيمايل ولا بالتلفون فالحاجات دي انت لازم يكون عندك فيها خبرة طيب ده كل الحاجات دي يا جماع انحنا عشان نصل الـ project management plan انو كيف ندير هنا الـ project management plan يا جماع معناه انو هنا كيف ندير الـ project بتاعنا دي كلها هنا الحاجة دي انك انت كيف تدير الـ project الـ project بتاعك اوكي طلعت بالـ document دي جهستها بعد ده خلاص بتشوف المرحلة البعدة اي سؤال يا جماع اي سؤال يا جماع اي سؤال ما في سؤال محمد عسوان انت رافع يدك من قبيل سؤال والله دي الـ اوكي طيب سريع كده نعمل overview للحاجات اللي احنا قلنا دي انا ما عارف الحاجة دي لو فيها ما في زاليندو خبرة في الحاجة دي اجمع انو تيتمسح كلها بس مرة واحدة طيب تسارة تفضلي مع ليش يا دكتور الحيطة بتاعت الفاسيليتاشن دي ممكن بس شوية ترجع لها الفاسيليتاشن دي اللي هي التنسيق يعني بمعنى انك انت تنسغ بين بس لا لا. في زالين يضرب لي حاجة كده انا ما عارف يضرب لي بس معلش طيب سوري طيب الحاجة بتاعت الفاسيليتاشن دي اللي هي تفاسيليتات يعني تفاسيليتات بالعارب شنو يا خالد؟ فاسليتات معناها تسهيل تسهيل أيوة اللي هي تسهيل تسهيل المعلومات تسهيل الشغل بتاع التيم بتاعك يعني هي دي المقصود بها يعني انت تكون في حاجات تكون فيها فليكسابول يعني عشان التيم بتاعك يقدر يقدر انجزلك لأنك انت لسا في مرحلة بتاع التسهيل فيعني تكون عندك فليكسابلت انك تسمع على الآراه كله دي هي القصة بتاع فاسليتاتشن هنا اوكي تمام انتو شايفين اللي سلايد دي يا جماعة والله هجاتكم حاجة ثانية لأنه في زول ضرب لي شوش علي الشغلة واضحة طيب طيب نحنا في دي برضو من الديتا فولو دي بتاعتناس البيانبوك اللي هي البرجيكت شارتر واحد من الانبوت اوكي دي الاوتبوت بوريسيس الاوتبوت فروم أثر بوريسيس لو كان عندك انتو change request وأوبروفت وكده بتجي بتدخيله هن اوكي، وعندك ال enterprise organization وہيت إذا دي الإي إي 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 ووال أفي إي اوكي دي كل الت mieć بتصل بها عشان تطلعبها البرجيكت management plan البرجيكت management plan هي عبارة عن document إنت هنا عملت develop الaction هو develop project management plan النتيجة هي project management plan أو هي document أنت كيف بالدربة المشروع بتاعك طيب فيه facts لازم نكون نحن عارفين عن project management plan it is a document how the code will be monitored and controlled انو البرجكت بتاعك ده يعني الدكومنت دي الplanning دي جماعة زي ما أقلت لكم بتشمل العاشرة knowledge area اللي هي بتشمل الscope والسchedule والcost الprecruence والstickholders كلها بتكون في الدكومنت دي هي مهمة شنو إنك انت كيف تنفذ البرجكت بتاعك كيف تعملو monitoring and controlling وتعملو closing بالطريقة الصحيحة تمام البرجكت manager must decide which project management plan are needed أوكي knowledge area فيه knowledge area ما بتحتاج لها أوكي مثلاً البرجكت بتاعك ده فيه stakeholder واحد بس ناس الPMO معناه انت ما محتاج للknowledge area بتاعت الستيكولدر أوكي الحاجات واضحة انت بعد دخلات شغلك مع ناس الPMO أوكي فهي شنو لم نجراج عين تاني اللي حتة بتاعت التالering التالering اللي هو انت عايز شنو للبرجكت بتاعك ده أوكي عشان اتنفذ حسب الobjectives اللي عايزة منك ال sponsor في حاجة يا جماعة baseline baseline scope baseline و schedule baseline وcause baseline الباس line دي يا جماعة اللي هي انك انت الحاجة اللي تعمل على المشروع الحاجة اللي انت بتقزبها المشروع مثلا البودجي دي انتو جيتوا خلاص عملتوا البودجي بتاعتكم كلها الميزانية انو والله الميزانية بتاعتنا دي تكون خمسة مليار خلاص انت الحسابات بتاعت الصريب بتاعتك كله مفروض ما يزيد من الخمسة مليار أوكي دي اللي هي نحنا بسميها baseline الباس line عندك ال scope baseline البروجكتي بتاعت ده الحاجات المفروض يعمل شنو والحاجات الما يعمل شنو عشان ما ندخل في الحتة بتاعت ال gold belating لو بيذكرينها أوكي ولا في cost انك انت تقوم تحتاج تصرف أكتر عشان تخش في حاجة يسمع السنك cost يعني البروجكتي بتاعتك ده كله ما مشى انت محتاج لقروج زيادة أكتر من الميزانية فدي دي forbidden يعني مفروض نها تحصل إلا في حالة انك حصلت عن طريق change request approval approval انت بعد ذلك يمكن يكون في تغيير في القصد تمام الschedal الschedal baseline انت لما انتجي تعمل الschedal بتاعك مفروض تكونوا عارف انه والله البروجه كده مفروض يتنفس خلال كده نحن مفروض في الشهر الأول نكون وصلنا للنتيجة كده الشهر التاني كده دي برضو ال baseline فدي كلها الدكومنت بتاعت الملان دي المنجمين بلان دي بتكون فيها معنى ال scope management وال cost management وال schedule management تمام في اي سؤال يا جمعة قبل ما مشي اردت اوكي طيب طلعنا من ايوا ما عش هو احنا انفع نعيد بتاع اللي فات بس مرة ثانية اه دي هنا قصدك اه ايوا طيب دي حقايق انه على ال project management plan هي شنو ال project management اول حاجة هي وسيغة يعني حاجة ورق يعني document اوكي بتحدد فيها انت كمدير مشروع انك انت كيف تدير المشروع بتاعك كيف تنفزه وكيف تعملهه control اوكي انت كمدير مشروع بتحدد انت محتاج لشنو من ال knowledge area الحان اتكلم عنها في knowledge area انت في ال project ما كل العشرة knowledge area انت محتاج لها في اي project اوكي في project بتعملها selection انت بتختار الحاجة اللي بتتناسب المشروع بتاعك دا عشان تنفيزه عندنا حاجة يسمى الباسلين الباسلين دي بالعربية انا ما لقليها انا كده ممكن خالدي تقرير باسلين تقرير لا ما تغرير مرجعية او مرجع بتاع حاجة يعني انت مثلا خطيت الميزانية بتاعتك اتنين مليون جنيه مفروض المرجعية بتاعتك تكون الاتنين مليون جنيه يعني المشروع ما يمشي فوق ليها لانو دي بتدخلك في مشاكل تانية اوك دي نحن بنسميها الباسلين الباسلين بتاع المشروع بتاعك دا مسلا سنتين مفروض انك انت تعمل جهدك ان المشروع دي تنفس في سنتين تمام وقعت تمام كدو اوك طيب نحن انتهنا جماعة من الخلاص البروجيكت المنجمين بلان اوك مناجي خلاص مناجي المرحلة بتاعت الdirect مناج project work انت كيف تعمل مناج للبروجيكت خلاص انت انتهت من كل البلان جاهزة بعد دا بتيجي خاشة في المرحلة بتاعت الexecuting في المرحلة بتاعت الexecuting عندنا الdirect management work direct server manage work وعندنا الmanage knowledge where البروجيكت knowledge manage دي حنتكلم عنا عن الدرس الجاي ان شاء الله لكن الdirect manage work خلونا بس ناخد فيها كده كم دقيقة عشان تكون واضحة لا يزول طيب الانبوت عندنا دي البروجيكت manage plan كنا تعبانين فيها قبيل دي بتكون انبوت هنا اوكي اوكي اللي هي اللي هي الenterprise environmental factors وال OPS انتو هنا محتاج ليشنو منهم عشان تنفيز الشغل بتاعك اوكي نحن داري النصر ليشنو يا جماعة حاريتكلم عنا بتفصيل لكن داري النصر ليشنو داري النصر لي نتائج results انجازات من المشروع دا اللي هي deliverables اوكي برضو هنا بيجينا حاجة يسمى work performance data انا هاعرف انو والله مثلا الشهر دا انتجت عشرة قطع كده كده هنجي لتكلم عن different between data والinformation دي برضا مهمة هنا اي change request يعني انت هنا عملت الشغل وكل شي بعددك ظهر لك defects ظهرت لك مشاكل انت بتمشي تعمل شنو بتعمل change request اي plan اي change اي حاجة حصلت اي جماعة انت بتمشي تعمل project management plan updates بتعمل لها updates انو والله خلاص دي الحاجة دي زي ما نحنا مخططي لها تم التمام ما فيه اي مشكلة يعني بتعمل update اوكي بعددك اي حاجة انت بيطراء any components اي حاجة انت بيطراء مناسبة يعني بتعمل لها updates اللي هي ال cost بتعمل update cost بتعمل update risk management plan ما عند اي risk الحمد لله بتعمل update الحتة بتاعت ال quality ال quality اللي سا ما ما وصلنا لها اوكي الحتة مثلا بتاعت ال procurement كل الحاجات اللي انت اشتريت جاتك في وقتها بتعمل لها update اوكي عندنا برضو هنا يا جماعة project document update عندنا ال activity list انت لازم تعمل لها update انو الحاجات الانتهت شنو الحاجات اللي سا ما ما انتهت شنو الحاجة دي مسلا انتهى منها منو اوكي لازم تعمل لها update القبيل اللي تكلمنا عنه في ال Charter دي يا جماعة انو والله يا اخي مسلا الخريف السودان وكدا وكدا عندك assumption جديدة حصلت اصنامة انت بتنفس في المشروع بتاعك دا سمعتها او مرد عليك او ما خلاص يعني انتهت السبب بتاع انتهى انت ممكن تعمل لها update يا تم صحة يا تخليها قول خلاص دي ما حنت اتأثر بها ok lesson layered register دايما بتعمل لها update يا جماعة el during التنفيذ بتاع ال project الدروس المستفادة دي انت لازم تعمل لها update لازم تكتبها لانك انت دي بيتفيدك في حالتين بيتفيدك الان في اسنا تنفيذك للمشروع دا وبيتفيدك لما تجي تنفيذ مشروع جديد. اوكي. بعد ذاك الريسك requirement documents. اي حاجة انت محتاج لالي المشروع ده. اوكي. مسلا فيه resources. جاتك تمام. فيه resources مسلا جاتك ناقصة. برضو بتعمل update هنا لها. الريسك register ده مهم جدا جدا. اي ريسك حصل في المشروع ده لازم انت تكتبه. حتى لو الريسك ده ما فيه اي خطورة لازم انت تكتبه. اي ريسك لازم اي خطر لازم انت تسجله. اوكي. الستاكهولدر register. انت شغال في التنفيذ بتاع المشروع. واحد من الاستاكهولدر غير العنوان بتاعه. واحد من الاستاكهولدر انسحب من المشروع. اوكي. انت مفروض تعمل update للرجister. الorganizational processes assets updates. انت مجرد ما عملت مسلا للليسون للرجister عملت له update. واتوماتيكلي الops بتاعتك بحصليها بحصليها update. لان احنا قبيل اتكلمنا عن الops واحدة مننون الhistorical information. اوكي. ودي هنا يا جماعة بس راجعين تاني لحيتة دي. انا بس وريدكم بس الoutput. طيب نجي راجعين للـ inputs. اوكي. الـ inputs. اي think انو حاجاتة كلها واحدة. اوكي. واضحة. الا عندنا هنا مسلا ال change log. يعني اي change حصل. اوكي. انت عملت له مثلا approved. جاك انو الابروف بتاعو. انت لازم يكون مسجل هنا. اوكي. انو والله خلاص نحنا عشان ننفذ الغلط الحصل. او بنراجع على الغلط الحصل. اخدنا على الابروف. انت محتاج للوق بتاعو ده هنا. اوكي. lesson lane دي برضى الحاجات الحصلت في المشروع وكذا. اوكي. لانك انت الحتة دي ما هنا سايكل. نفذت حاجة. ثاني بترجع تنفذ الحاجة البعدها. فانت lesson lane برضو محتاج لها. في المايلستون list. اي ايديا جماعة واضزت مين مايلستون? ايوة. ايوة يا خالد. لو عندك مشروع بيقوم على عدة مراحل. ففي كل مرحلة بيقوم في شيء اساسي انت بيتم تسليمه. اوكي. تمام. دي بيسموها المايلستون. يعني اذا فرضنا الان انت كمثال عندك عمارة من عشرة طوابق. فإذا انت فكت في انه حتسلم كل طوابقين بمميزات معينة بخصائص معينة. دي بسموها المايلستون. فالمايلستون هي المايلستون حقت المشروع حقتك. تمام. اوكي. المايلستون هي اي. شكرا يا خالد. اي اي اكتيفيتي. يعني حاجة مميزة وسلطلها في المشروع. مسلا انك انت زي ما قال خالد انك انت والله يا اخي داير تبني عمارة خمسة طوابق. انت لما تنتهي من المرحلة بتاعت الاسكلتون دي مايلستون. اللي لاندي انت تحديد البرجك ما نجا. انت بتحديد بتقول والله يا اخي المايلستون بتاعتي. انه كل ما مسلا بتاعتي. وصلت المرحلة بتاعت مسلا الاسكلتون دي بالنسبة ليه ميليستون. المرحلة بتاعت يجيك في مشروع تاني مهندس يقول يا اخي الاعمدة بس. انا لما نعمل الاعمدة بس معناه دي ميليستون. يجيك واحد تاني يقول لك والله يا الميليستون بتاعتي لو انا مسلا عملت الطابق الاول. فهي الميليستون دي انت بتخدتها انت. انت بتخدتها علي شنو بتخدتها علي حسب الاكتيفتي بتاعت المشروع زاتها. ما معناه يا جمع الميليستون ما معناه انت انتهيت من مرحلة. لا. هي بس انت وصلتها لحاجة محددة. فالحاجة دي يا جماعة ما اطلخ بتو بينها وبين الكلوز بتاع الباس. او الكلوز بتاع الباس. ولا اطلخ بتو بينها وبين اللي هي في واحدة تانية قريبة منها. اوكي. الوز قيت. اوكي. لا دي دي مختلفة تماما. دي انجاز. دي حاجة بزطيف. Always. يعني الميليستون حاجة بزطيف. يعني انا مسلا. يعني عندنا خطة خمسمية الف مدير مشروع. خمسمية مدير مشروع من هنا الحدين هاي تالسنة. انا لما ننتهي من العشرين الوائل دي اللي اتدربوا وخلاص وماشى عملوا الامتحان واخدوا. ده بالنسبة ليه مثلا ميليستون. اوكي. ايجيك واحد تاني يقول لك لا. نحنا الميليستون بتاعنا بس اتدربوا. وانتهينا بدينا الكلاس التاني معنا ده ميليستون. اوكي. فالميليستون دي انت بيتحديدها. لكن انت محتاج لها هنا لشنو الليست بتاعتها عشان تعرف انك انت وصلتها لشنو فيها. تمام. مينجي من عملية نحنا لما نجي في الاسكادل. مينجي من عملية من حديدة يعني عندنا في السيستم عندنا في السيستم معين اللي هو المايكروسوفت مايكروسوفت بروفيشنال. نحنا ممكن نعمل فيو الحاجات دي كلها يعني نعمل فيو الاسكادل بتاعنا نعمل فيو النتميرك دياجرام نعمل فيو الكريتيكال باس ونعمل فيو حاجة ونظيمنا بتحديد الميليستون اوكي. طيب البرجات كوميونيكيشن يا جماعة دي مهمة جدا جدا. انك انت لانك انت خلاص بديت مرحلة بتاعت تنفيذ المشروع. انك انت كيف تكوميونيكيت مع التيم بتاعك. هاو تكوميونيكيت كيف مع الاسبونسر. اوكي. هاو تكوميونيكيت مع الاكسيبرت هنا الناس الخبراء. اوكي. بيتجتمع ومبتين ما بتجتمع بس بتضربلون التلفونات بترسللون ايميل. انت لازم يكون عندك الكميونيكيشن بتاعك الخطر بتاعت التواصل بتاعتك تكون يعني بيري كليا. اوكي. عندنا البرجكت سكيدل اللي هو التايم تابل بتاع البرجكت. اوكي. ده مهمة جدا جدا انت بحتاج لها عشان تعرف على ضوة تنفس تبدأ تنفس في الحاجات يعني. انا والله مسلا في الاسباع الاول مفروض اعمل كده في الاسباع التاني. مفروض نحنا نكون وصلنا كده. اوكي. فالميليستون والبرجكت سكيدل ديال مع بعض يعني. اوكي. بيتكون بيتكون في حاجة واحدة. اوكي. او في في دوكمنت واحدة او في سيستيم واحد كده يعني. عندك يا جماعة برضو في حاجة يسمى الـ Requirements Traceability Matrix. انت بكون عندك مثلا عندك زي زي الـ Excel sheet. يكون عندك مثلا الـ Resources. الـ Resources دي مثلا انت محتاج لها في شنو. والنتيجة بتاع تشنو. اوكي. مسلا انا العايز والله عندي. نحنا المشروع بتاعنا بنتطلع مسلا سيارات. اوكي. اول حاجة البوضي بتاع السيارة. اوكي. البوضي بتاع السيارة ده مسلا احنا منجيب الشاسة من وين. ومنجيب الباقي البوضي من وين. اوكي. دي بتكون عندك في بيكون عندك في الـ Traceability Matrix. اللي هي زي وسيغة. او ورقة. بيكون كاتب في الحاجات دي كلها. انه جات من وين. وانت عايز بها شنو. اوكي. عندك الـ Risk Register. ده لازم يكون عندك Risk Register. تكتب فيه كل شي. اوكي. انو والله يوم كده. حصل كده. يوم كده. حصل كده. يوم كده. يوم كده. حصل كده. اوكي. وبعدين برضو بكون في report. يعني حصل اي. حد ديكم فرصة اللي لازلوا يا شباب. حصل اي مسلا تطنيق من الـ Res- report. اوكي. أبعدين الـ Approve-Chain دى نحنا تكلمنا عنا والـ E-E-F-S. والـ O-B-S. سوال؟ أسامة. شايفك رافع يدك ايوه هل حلمش على الابوت شو بيه معلش الابوت في البرجكت اه اللي هي الابت نفسه مش اللي هي نفسه الدكومنت اللي بتكون كانت اتاش للشارتر اللي نحن نعمله في الاول بيه شارتر صاح قصدك كوينه اللي هي على اليمين في الابوت عندك نمبر سكس نمبر سكس نمبر سكس ايوه برجكت اه اليه دكومنت اللي نعمل لها ابتديه معنا هي اهلت اكسسن في البرجكت صاح يس يس بالضبط كده ايوه ايوه صاح دي نحن جبناها من ال من البينات Charter يعني هي مش نيوه تكون ابتديه على الابتديه لا 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 دي حاجات ايوه حاجات اهلت يعني في حاجات انت هنا بتعمل لها ابديه هنا اوكي زي مثلاً ريس كرجستر اوكي هنا بيكون مثلاً لأنه إذا كنت هنا دي بدأي على اليسار الإنبود دي بدأيت التنفيذ ودي هنا نهاية المرحلة، أوكي؟ في نهاية المرحلة مفروض الدكومين دي كله أنت تكون عملت لا أبديت حتى لو ما حصل يعني مثلاً في ريسك ريجيستر ما حصل عندك أي ريسك الحمد لله ديورين التنفيذ بتاع المشروع برضو أنت بتعمل لا أبديت بتقول والله ما حصل سؤال الأجانبي، هنحن التشارتر أوردي ساينكوف يعني هو توقع أيوة كوسيقى، فهنحن نحقلين إننا نعدل فيه أممثلاً، أو لكي أشياء مصحباً دي الحاجة الوحيدة، دي الحاجة الوحيدة ما بتعدل فيها أيوة أيوة، دي شفت الكارتر دي حتى البلان زاته أنت بتغيير في البلان إلا لما نحصل change request أبروف أوكي، أوه سارة، آآ سوري هيبة آآ كنت عايزة بصدي إجزامبل بسيط مثلاً أو دار أتأكد مثلاً هي عندنا صوتك ما عليش بس آآ بيطبع، فأنتي ممكن، نرى برضو إجزامبل صوتك، صوتك ما واضح عندي آآ كده كيف أوكي، انت سامعيني يا جماعة والله أنا بس براي عندي مشكلة فيه لا، أنا ما سامعيني أوكي آآ آآ أتفضل يا هيبة كوري مشكلة إنترنت تقريباً آآ يا دكتور، الفرق بين الريسك ريجيستر وريسك و... الريسك ريجيستر وشنو؟ الريسك ريجيستر وشنو؟ وريسك ريبورت آآ آآ الريسك ريجيستر ده اللي هو مثلاً دفتر، بيكون عندك دفتر في مثلاً زي الأجندة مثلاً الأجندة أو الكاليندر بتاعت، الورقة العادية دي، انك انتم في كل يوم مثلاً بتبدي الليلة مثلاً يوم ثلاثة خمسة الريسك اللي حصل فيها شنو؟ آآ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أو ما حصل أي ريسك، دم نسميه ريسك ريجيستر، زي دفتر الأحوال لكن الريسك ريبورت، انه حصل، حصل ريسك، انت بتكون مفروض تكتبي ريبورت عن الريسك، تكتبي تغرير عن الخطر الحصل ده، وانه يتعالج كيف؟ هنا في المرحلة دي انت بس بتاخذ أي ريسك ريبورت من جاك قبل كده، أوكي؟ أي ريسك ريبورت انت محتاج ليه هنا عشان تنفذ المشروع، لأنه ممكن يكون عشان انت ما تقعي في نفس الريسك فهذا الفريق، هذا الفريق بيناتهم، أجل، الريجيستر ده بكون زي دفتر الأحوال لعن ناس الشرطة مثلاً، كل يوم بيكتبوا فيه حاجاتهم يعني، فأنت كبرجك مريجة مفروض يكون عندك الحاجة دي، أوكي؟ الريبورت ده حصل أي ريبورت، أوكي؟ حصل أي ريسك، انت مفروض تكتب عنه تغرير، دي بتكون جاية من، بتكون عندك أورادي يعني جاهزة، هنا بتعملها أبديت، أوكي؟ في الحيطة دي شايفة، هنا أبديت ريسك ريجيستر، أوكي؟ لأنه أي ريسك حصل، انت مفروض تعمل إليه أبديت، أي ريسك، مثلاً، جاك ريبورت، والله يا أخي، في ريسك بتاع، مثلاً، إنه والله يا أخي، حتكون عندنا مشكلة في الكابل، في الكهرباء، أوكي؟ مفروض برضو إنك إنتي تحليها، تحليها هنا، وهنا في ريجيستر تعملها أبديت، إنه والله يا أخي، الريسك، اللي انتوا تكلمتوا عنه، وناده نحن حليناه بالطريقة كده، تمام؟ أي سؤال تاني يا شباب؟ نحن تقريباً، تقريباً انتهينا، بس سريع كده بس أبديت فيزل لدي سؤال؟ ما فيزل لدي سؤال، أوكي طيب طيب في الـ Direct Direct manage project ورق يا جماعة، دي المفروض نحنا نكون عرفين، يعني، يا أسامة تفضل؟ أسامة، شايفك رافع عندك نهي، سأسوش، سأسوش، ملتبذي، استخدامت، طيب طيب، دي، 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 دي الدوكمنت اللي انتوا محتاج لها، البروسيس بتاعت الـ Direct manage project where، اوكي شاعن، لوج، نحنا اتكلمنا، قلنا اي بروفت لوج، التنفدو، محتاج انه يكون مكتوب يعني، ما، ما، ما يكون، ما يكون يعني لازم يكون عنده لازم يكون مسجل لازم يكون عنده دفتر أحواله وكذا يعني الليسون ليرد ريجيسر دي بتحتاج ليها إنك إنتا الليسون ليرد بوك أو ريجيسر بتحتاج ليه عشان إنتا تنفيذ المشروع بتاعك الميلي ستوريست دي تكلمنا عنا البرجات كوميونيكيشن إنك إنتا كيف هاو تكوميونيكيت مع التيم بتاعك كيف تتواصل مع الاسبونسر البرجكت سوري هنا فيها بس غلطة مضوعية حصل لها البرجكت سكيدل إنتا محتاج ليهو الجدول الزمني بتاع البرجكت بتاعك إنتا محتاج ليهو عشان تنفيذ البرجكت بتاعك الريكويرمنت ريسيبليتي ماتريكس الريسك ريجيسر والريسك ريبورت دي كلها إنتا الدوكمنز دي محتاج ليها في المرحلة بتاعت البرجكت منيج ان دايركت البرجكت ويرك مسحة سريعة كدا منيج بورجكت نوليج وحنتكلم عن الـ Monitor and Control Project Work حنتكلم عن الـ Perform Integrated Change Control دي المهمات جدا جدا الـ 2 دي المهمة فينا بتاعت الـ Monitoring and Controlling وحنتكلم عن الـ Close Project يعني بكرا إن شاء الله حنختم المرحلة بتاعت الـ Integration بعد بكرا إن شاء الله حنمشي لمرحلة بتاعت الـ Scope تمام يا شباب I hope إنكم enjoy the lesson ليلا ماد في سؤال الأسئلة finishing دي ما بتكون كويسة ليلا ماد ما سألتكم قبل شيء في الخلال لناي لكن حايدكم في الكوز هلا أيوا يا روح يا دكتور أيوا معلش بس كده بس لو الـ Milestone List كده تاني بس عيدة حالة بسيطة كده معلش طيب الـ Milestone List دي شنو انت كـ Project كمدير مشروع بتحددي دي حتات معينة عشان تعرفوا بأن المشروع بتاعك ده بس كده بس كده طيب أنا أدك لأبي حاجة تانية أنت مثلا تكوني ماشا في الشارع مثلا طريق مدن الخرطوم المهبي بيكون في علامات صح بيكون مثلا 2 كيلومتر 10 كيلومتر الكاملين كده كده كويس فهي دي الـ Milestone كويس العادة يعني الاسم جميل هناك طيب انت في الـ Project بتاعك ده مفروض يكون عندك يعني عشان تصل إلى النقطة بتاعتك ده كويس مفروض كله تكتب يعني مثلا من البداية لما تجي تعمل البلان بتاعك أنه والله نحن لما لما مثلا نعمل الـ Skeleton الهيكل بتاع العمارة نحن ده المايلستون بتاعنا المايلستون بتاعنا التاني لما نحن نبدأ التوصيلات الكهرباء لا يجيك مثلا المايلستون بتاعي أنا مثلا أنا مختلف لا أنا ما دائره في البداية دائره يكون في النهاية أوكي؟ إنه والله لما انتهيت المرحلة بتاعتي دي دي المايلستون بتاعتي فالبيحديده منه بتحديده انت الـ Project 8 ما يعني انت الـ Decide في الحاجة دي تمام؟ لا لا فهمتا شكرنا لديكم فهمتا العفو أزوير الله يعافيك أزوير أوكي السلام عليكم الـ Data of Node ديجرام أيوة داتافلو ديجرام أعمالو؟ بس ما هذا أوكي جدا نرجع له سريع داسنا بس نخاتي من الـ Guide بريق بس إنه شنو مثلا انت في المرحلة بتاعتها الـ Develop Project Management Plan انت محتاج لي شنو؟ انت محتاج للـ Project Carter من الـ Develop Project Carter إنت محتاج للـ Project Charter أوكي؟ للمرحلة دي انت من الـ Output بتاعت، مثلا الـ Other Processes ما أقال محمد انت محتاج للـ Change Request الـ Approve Change Request أوكي؟ هنا مثلا الـ Enterprise الـ Enterprise والـ Organization، أنت محتاج لشنو؟ محتاج للـ EEFS والـ OPS دي كلها مدخل للـ Developed Project Management Plan دي في النهاية، نحن مقصوداً، الحاجة اللي عايزين نصل لشنو هي الـ Project Management Plan هي دي نفسي الـ Diagram دي يا زيبير بس هنا بوريك الحاجات الرئيسية يعني بس بتوضحك الأكثر يعني وقعت؟ وضحت، وضحت شوفان عامر، باشمانديز عامر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يديك العافية يا دكتور الـ Safety Ferris في كل مشروع بتكون موجودة أنا أقدر أدري جا في هات واحدة بتضبط من الـ في الـ Planning، في الـ Planning، في الـ Planning أعملات بلاننج مع الـ Planning طبعاً، كيف يا أخي، دي أهم حاجة، خليني بس أرجع لكم تاني لـ شوفت يا قبتن؟ شايف هنا فيشنو؟ شايف دي هنا؟ كي داكرا لينا؟ الـ Project Risk الـ Project Risk Management، أوكي؟ إنت هنا لما تي تعمل، لما تي تعمل الـ Planning بتاعك، طبعاً يا جماعة، إنت دي كلها، ما بتمشي للمرحلة دي، أوكي؟ لكن نحن بناخدها قطعة قطعة، شريحة شريحة، عشان شنو، الحاجات تقول لكم بسيطة وسليسة يعني لأنه لو مشيناها كده مثلاً جيت بديت لكم بالـ Initiating Process، تكلمت لكم على الـ Default Project Charter، وجيت تكلمت لكم على الـ Stakeholders، يعني كلكم تانيهم بكراً ما حتاجوا، حتقول لي يا أخ الله شكراً جزيلاً، نحن الموضوع ده كده ما عايزينه لأنه بيدخلك في حتات إنك إنت عشان الـ Identify Steakholders، إنت محتاج لحاجات من هنا، حاجات من هنا، أوكي؟ تجي لدي، يعني قول مثلاً الـ Initiating طلعت حلوة ولزيزة ويلا مشيناه، نجي للـ Planning، إنت عشان تعمل الـ Planning محتاج لحاجات من هنا، حاجات من هنا عشان تعريفها، أوكي؟ دي ذاته محتاج عشان تمشي هنا، يعني باختصار إنتك في الـ Real Life بتاعتك يا عامر، أول حاجة بتنتهي من دي هنا، الـ Initiating كلها، بعدهادك بتمشي تعمل بـPlan لي كل شيء من ضمن RISK Assessment، إنت اخت إنتك إن كيف تعمل RISK Management plan، كيف إنك إنت «idades Mystery » المغاييزة بداع عشان تعرف والله ده رسك او ما رسك، أوكي؟ بعدهادك بتعمل حاجة يسمى Qualitative Risk، Performed Qvantitative Risks، الرسكة التي بىكون يعني الـ Quality بتاعت الـ Risk، اللي بيتحدد إنه والله الرسك ده القواتي بتاعته مثلاً عالية الرسك ده القواتي بتاعته كده يعني كويس بعدين الquantities إنو العدد بتاع الرسك المتوقع عندك يحصل بعددك بتاع مشنو plan risk responses إن كيف إنت لو ما نحصل الرسك بتنتبه للرسك ده كيف بتعالجه كيف؟ أوكي ده كله بكون في البلان بتاعتك بعدين في الexecuting المرحلة بتاعت الexecuting في حاجة يسمى implement risk response حصل عندك رسك ده هنا المرحلة اللي انت مفروض تعالجه رسك ده سريع المرحلة بتاعت المرحلة بتاعت المرحلة بتاعت الmonitoring and controlling بتاعت منتر اللي الرسك ده عشان ما ييجي مرة تانية أوكي فالنائد دي يا جماعة الشيط دي مهمة جداً جداً فأنا بتمنى إنو يا واحد معانا في القروب يكون الشيط دي يعني أنا ذاتي بس طبعتها هي بس وخطيتها لكم في القروب لأنها مهمة جداً جداً إنت لو فهمت الصورة بتاعتها بعد ذا الأشياء بتتضح لك بصورة جميلة يعني لكن ما تعمر جمبي يعني الحدي ما نحن ناغشها بعد ذاك انت أقرأ يعني بس الليلة الحاجة اللي عايزة منكم هنا تعرفوها دي كلها وضزت مين وتمشوا تراجعوا لي الانيشياتين أوكي لأنو الانيشياتين دي أكتر واحدة باقي الحاجات لو لاحظتم ما كتيرة كلها يعني هنا مثلاً في في الفيليسكوب عندنا في البلانيق وفي الموريثينا كنتروليق في الفيليسكوب ما عندنا في الإكسيكيوتين انت بس يعني بتنفيز الحاجة اللي عملت في البلانيق هنا تمام يا شباب؟ تمام أوكي أي سؤال؟ قبل ما نكفل؟ أوكي ماشي حاجة تقريباً مارهنة خلاص تمام إن شاء الله بكرة الكوز الكوز يعني يا جماعة الكوزات دي مهمة جداً جداً ياس آدم؟ آدم؟ مادم يلا يا دكتور كان دار أصل في اللي اسمنا يعني بعض ما عملنا الساين للبروجيك تاكتر وشقالنا في البلانيق أشبحت ان تتأتي من المشكلة هل إثرا ما البروجيك تاكتر تاني؟ لا انت البروجيك تاكتر 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 خلاص التوجيك تاكتر 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 تاكتcharge ثقا فừngان صح fu مما يدي الوسيقة اللي إنت أدر قدreci 2024 أنه خلاص這個 مشروع دا الوافق لك لي اللي الجهات المموئة والوافقة على المشروع الشركة بتاك اللي انت شغال معه والوافقة على المشروع you don't know if you have to wrong stuff if changed , then you don't have authority you don't know if you can change it you can change it, in the plan you can change anything before setting it here in planning and if you remember in the lifecycle قلنا إنه أي تغيير هنا بيكون سهل لكن التغيير كلما البروجيكت بدي تنفز التغيير بيبقى صعب جدا جدا لأنه ده بحتاج إنك إنت تعمل request إليه follow procedure بتاعته تغيير اترفض أو اتقبل بعد ذلك إنت عشان تنفزه تمشي تعيد البلانين بتاعتك تاني تعيد في البلانين ما كلها طبعا وبعد ذلك تبدأ تنفزه تمام فإنت البروجيكتار ده ما عندك به وده ما حقك أنت باختصار كده ده ما حقك ما بتقدر تغير فيه شكرا جزيلا يا شباب ونشوفكم بكرا إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك رسلت ليك أنا مرة في قلت رسل الإيميل بتاع جميل معناها بيكون غلط فرسلوا لي تاني في القناة، انت معنا في الواتساب جروب؟ طيب رسلوا لي تاني عليك الله لأنه أنا كله بعمل كوبيان بيست لو في غلط في الإيميل عندي بيصهر انه ترسل لكن وصل ما وصل دائما ما بقدر حديدا فأنت بسمع ليش؟ انت أكد لي من الإيميل تاني طيب يا دكتور ممعيش بس أنا بقين الإيميل بتاع بوردك عطلان فممكن تبعت الفورمال على الواتساب أخش عليه على جوجل ما حتقدر تخش عليها لو ما الجيميل لأنه شباب جربوها، ما فو مشكلة أنا ممكن أحاول أنا أصلا بعمل لكم اللينك طوالي بتاع الكوز الليلة أنا عملته لكم، مش كده يا شباب اللينك طوالي يومياً بعمله في الواتساب الليلة أنا ممتاز جيدة تمام؟ تمام تمام حسنا يا شباب، السلام عليكم عليكم السلام 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 عليكم